السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في قناتي مار وزارة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم الحلقة الرابعة من فيديوهات تأسيس النحو لجميع المراحل قبل ما نبدأ الفيديو يريد تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة واتفع له الجرس على علامة الكل عشان يوصبه كل جديد وكمان بحب اقدم اهداء لاصدقاء الموجودين معايا في القناة لفانيا عاطف ونور حسنين ولوليانا وخالد خالد اهلا بكم كولكم يريد كول لنا نكتب اسماءنا في التعليقات على الفيديو عشان اقولها المرة الجاية بازن الله في شرح الفيديو الجديد النهاردة بقى يا اصدقاء هناخد مع بعض بطرقة بسيطة جدا الجملة الاسمية والجملة الفعلية وهنبدأ نحل كل التمارين اللي انتو شايفينها دي معايا بشكل بسيط جدا يريد تشاهدوا الفيديو معايا للاخر عشان نستفاد اول حاجة نبدأ نشرح مع بعض الجملة الاسمية الجملة الاسمية اصدقائي من اسمها هي الجملة التي تبدأ باسم يعني الجملة اسمية يعني بتبدأ باسم طيب عايزين نعرف الاسم هو ايه الاسم ده سواء كان اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة او اسم اشارة او ضمير او اي ضمير قدامك يبدأ في الجملة تبقى دي جملة اسمية على طول اي اسم اشارة دي جملة اسمية اي اسم قدامك سواء الاسم ده كان اسم انسان او اسم حيوان او نبات او جماد او صفة من الصفات او اسم من اسمات اشارة او ضمير ده على طول دي جملة اسمية وانا شرحت معكم الاسم وعلاماته والفعل والفعل وانواعه في الفيديو وهسيب لكم لينكات الحلقات اللي انا شرحتها قبل كده في صندوق الوصف قولها علشان اللي ما شفاش يقدر يرجع لها مرة تانية يبقى اول حاجة بقى الجملة اسمية هي الجملة التي تبدأ باسم طيب اديلنا مثال كده زي ما اقول لك مثلا السمك يسبح في الماء السمك دي كلمة قدامنا قدامكم هو ده اسم معرف في ال العلامة بتاعته معرف في ال يبقى دي اسمها جملة اسمية بتبدأ باسم هناخد بشكل بسيط جدا اسألة بسيطة على الجملة الاسمية نبدأ نحلها مع بعض بلتخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم يلا كده اشجعوا محلوا معايا وانا احنا وانا بقول الجملة التي تبدأ باسم تسمى الجملة الاسمية الجملة التي تبدأ باسم تسمى ايه؟ الجملة الاسمية ده خط تحت الجملة الاسمية عايزة احط خط تحت الجملة الاسمية العصفور فوق الشجرة دي جملة اسمية الولد لعب بالكرة دي جملة اسمية طيب زرع الفلاح الحقلي دي تنفع دي جملة اسمية ده زرع ده فعل حاجة بيعملها الفلاح يبقى دي ما تنفعش تكون جملة اسمية وكمان كلمة زرع دي أصدقائي ينفع أدخل عليها ألف ولم أنا هقوله هينفع أقول الزرع لا لإني شو معنى الألف ولم يا ميس اللي انت بتكلم عنه لإني جملة اسمية أي اسم بعرف ان هو اسم ازاي بشوف الاسم اللي قدامي ده بيقبل ان هو يدخل عليه ألف ولم لو الكلمة قبلت ان أنا دخل عليها ألف ولم دي تعتبر اسمي الكلمة ما قبلتش ان أنا دخل عليها ألف ولم يبقى دي فعل بعد كده تأكل البنت الطعام ده دي فعل ما ينفعش السماء الصافية دي جملة اسمية ماء نهر النيل عزب دي جملة اسمية بعد كده رتب لتكون جملة اسمية عايزة أرتب ونقرأ كويس جدا السؤال بيقول رتب لتكون جملة اسمية ماء ليش رتب لتكون جملة فعلية لازم ناخد بالنا من رأس السؤال كويس جدا ههو المهندس صمم البناء دي جملة اسمية بدأ باسم المهندس صمم البناء بعد كده اللاعب فاز بالجائزة اللاعب فاز بالجائزة هده أول حاجة معي الجملة اسمية هنتنيل بعد كده على الجملة الفعلية وجايبني الجملة الفعلية أصدقائي هي الجملة التي تبدأ بفعل وقلنا مع بعض أنواع الفعل الفعل ده عبارة عن إيه الفعل ده بيكون نبز بيدل على أحدوث فعل في زمن معين سواء كان الفعل ده فعل ماضي أو مضارع أو أمر فعل ماضي يعني حدث انتهى زي ما قولك كتبه وبيكون مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتحة الفعل المضارع يا أصدقائي بيكون حدث مستمر زي ما يكون إيه حاجة لسه عملة تحصل في الوقت الحال اللي أنا بتكلم معاكم فيها ده زي ما قولك يكتب يقرأ يحرص يبحث يفتح جسمه فعل المضارع وبيكون مرفوع والامة رفعه الضمة الفعل الأمر ده رقم ثلاثة بقى فعل الأمر ده زي ما يكون طلب مني بطلب منك طلب تنحفظه في المستقبل زي ما قولك اكتب ارسم ذاكر وبيكون مبني على السكون الحرف الأخير منه بيكون على إيه بيكون على إيه السكون ده اسم الفعل يبقى الجملة الفعلية يا أصدقائي هي الجملة التي تبدأ بفعل الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل زي ما قول ايه يعوم السمك في الماء وقلنا الفعل ده بيكون لثلاث أنواع فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر فعل يعوم هو ده فعل مضارع مرفوعه على مترافعه الضمة كلمة يعوم ده فعل مضارع نركز كويس جدا الجملة الفعلية دي ممكن تبدأ بفعل ممكن الفعل دي يكون فعل ماضي أو فعل مدارع أو فعل أمر فعل ماضي يعني حدث انتهى فعل مدارع يعني حدث مستمر فعل أمر يعني طلب في المستقبل بطلب منك أن أنت تنفزه بعد كده بيقولي أصدقائي عايزين نبدأ نحل تدريبات بقى الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل الجملة التي تبدأ بفعل تسمى الجملة الفعلية ضع خط تحت الجملة الفعلية عايزني أعمل خط تحت الجمل الفعلية طار العصفور فوق الشجرة طار ده فعل ماضي الولد لأ ده جملة اسمية ميس بدأ بقالي فولام زرع الفلاح الحقل ده جملة فعلية تأكل البنت الطعام ده جملة فعلية جرى الحصان مسرعا ده جملة فعلية السماء صافية لأ ده جملة اسمية بدأ بقالي فولام اسم معرف في قلب بعد كده رتب له تكون جملة فعلية عايزين نرتب الجمل اللي قدامنا عشان نتكون جملة فعلية تعدوا لأمة الطعام بعد كده يعبر العجوز الطريق يعبر العجوز الطريق ده بشكل بسيط جدا الأسئلة معايا أنا مش هطول عليكم في الأسئلة كلها هحلي معكم سؤالين ثلاثة وبقية الأسئلة قدامكم تقدروا تحلوا وتجاوبوا معايا في التعليقات وتكتبوا منتم الإجابات ليا في التعليقات حاول الجملة الإسمية الآتية إلى جملة فعلية عايزين نحاول الجملة الإسمية اللي قدامنا ديت إلى جملة فعلية الولد يشرب اللبن يلا بقى نبدأ نحاول دي جملة إسمية بدقة بقى لفلام نبدأ نحاولها مع بعض تبقى إيه يشرب الولد اللبن الأسد يعيش في ألغابة تبقى إيه يعيش الأسد في ألغابة بحول الفعل جيبوا أول الكلام والإسم أرجعوا بعد الفعل على طول الولد يصلي في المسجد تبقى يصلي الولد في المسجد محمود يجلس أمام التليفاز ياريت أنتو اللي تحلوا الجملة دي والولد يشرح الدرس المعلم يشرح الدرس أنتو اللي تحلوها والولد يشاهد التليفاز أنتو اللي تحلوها تبقى يشاهد الولد التليفاز أكمل بفعلي لتحصل على جملة فعلية عايزني أنا أكتب على الكلمات النقصة النقصة قدامي ده فعلي مناسب للجملة اللي قدامي عشان أكون جملة فعلية التلميذ الكتاب ممكن أقول يقرأ التلميذ الكتاب أو ممكن أقول قرأ التلميذ الكتاب الولد لوحة يرسم الولد لوحة وممكن أقول رسم الولد لوحة الباء الولد الباب يفتح الولد الباب أو فتح الولد الباب المطر من السماء ينزل المطر من السماء كون ثلاثة جمل فعلية من الأفعال التالية جايب لكلمة يشرب وجايب لكلمة لعبة وجايب لكلمة نظفة وعايزني أكون منهم سلاسة جمل فعلية أو أول حاجة ممكن أقول يشرب الولد اللبن أو يشرب الولد الماء لعب الولد بالقرى لعب الولد بالقرى الجملة الثالثة ممكن أقول نظف الولد البيت عبر عن الصورة التالية بجملة فعلية يقرأ الولد الكتاب دي جملة بسيطة أو ممكن أقول يقرأ الولد القصة بعد كده يزرع الفلاح القمح او يزرع الفلاح الحقل الاتنين صحة بعد كده الجملة الاسمية والجملة الفعلية بقى دي تدريبات على الاتنين صنف الجمل التالية عايزنا ابدأ احد دي اصدقائي نوع الجملة اللي قدامي دلوقتي يعالج الطبيب المرضى دي يعالج دي فعل تبقى جملة فعلية اول حاجة ببص عليها اصدقائي اول كلمة في بداية الجملة الكلمة دي معرفة بقل او اي فيها اي اسم من الاسماء يبقى دي جملة اسمية فيها فعل تبقى جملة فعلية بس بشكل بسيط جدا العامل يطقن العمل العامل دي جملة اسمية الولد يشرب اللبن دي جملة اسمية تعد لام الطعام دي جملة فعلية بعد كده اكتب نوع الجملة عايزني ابدأ اكتب نوع الجملة دي جملة اسمية ولا جملة فعلية تتحرك السحابة في انحاء كثيرة تتحرك ده فعل تبقى جملة فعلية ما ينفعش اكتب هنا فعل يا أصدقائي لازم اكتب جملة فعلية البحار واسعة جملة اسمية بدأ بألف ولام تعد الأم الطعام دي جملة فعلية بدأ بفعل الأهرامات تعانق السماء دي ألف ولام اسمه معرف بألف ولام جملة اسمية كون جملتين من الكلمات التالية جايب لي كلمة المعلم والدرس ويشرح حيث نبدأ اكون جملة فعلية وجملة اسمية هنبدأ الأول نكون الجملة الاسمية هنقول المعلم يشرح الدرس نكون الجملة الفعلية تبقى ايه يشرح المعلم الدرس حول الجملة الاسمية الى فعلية والفعلية الى اسمية نركز في السؤال كويس جدا ده عايز مني حكتين الجملة الفعلية حولها الجملة اسمية وجملة الاسمية حولها الجملة فعلية شارقة خالد في الحفل تبقى خالد شارقة وفي الحفل الولد يسبح في البحر تبقى يسبح الولد في البحر بعد كده يا أصدقائي هنروح على آخر أسئلة معايا هوت حدد نوع الجمل عايز نحدد نوع الجمل في الأسئلة اللي قدامي دي كلها ناخد مع بعض السؤالين واسبكم أنتو تحلوا الباقي التلميذ يحترم معلمه التلميذ دي جملة اسمية هتفى الجمهور هتفى ده فعل ماضي يبقى دي جملة فعلية نم مبكرا ده فعل أمر دي جملة فعلية الجملة الفعلية قلت هي الجملة التي تبدأ بفعل سواء كان فعل ماضي أو بضارع أو أمر ده فعل أمر هوت قلت حددت نوع الجملة قلت دي جملة فعلية الفلاح يزرع القمح جملة اسمية بدأ بألف ولام اسم معرف بألف ولام إلعب بالقرى ده فعل أمر إلعب بالقرى ده جملة فعلية وقف المعلم أمام التلاميذ دي جملة فعلية بدأ بفعل ماضي وقف فعل ماضي مبني على الفتحة النبات نبدأ إن إحنا نحلل بقى ونبدأ نشوف إحنا نوع الجملة هي النبات ينمو في الحاضيقة أنا سبها لكم والتلميذ دخل الفصل ومحمد قطف ظهرة أنا عايزة أعرف أنواع الجمل اللي قدامي دي في التعليقات بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين عايزني برضو حدد نوع الجمل اللي قدامي دي جملة اسمية أم جملة فعلية التلميذ قرأ القصة دي جملة اسمية اخسل ده فعل قدامكم ها بقول اخسل يدك قبل الأكل دي جملة فعلية الأمطار تسقط دي جملة اسمية زيقرت دروسي مساء دي جملة فعلية بقار جلس فوق بصاط الريح ده اسم قدامكم ها دي جملة اسمية وقع القلم تحت المكتب عايزة أعرف أنا نوع الجملة ويعيش السمك في الماء عايزة أعرف نوع الجملة السحاب يسير دي جملة اسمية بدأ باسم معرف بألف فلان آخر حاجة معايا أصدقائي جايب لي فقرة بسيطة جدا عشان نبدأ نحل بقى قطع بسيطة جدا ونتعود على أسئلة الامتحان أنا نيل أنا أطول أنهار العالم وأمر ببلاد كثيرة في قارة إفريقيا وأنتهي في مصر عايزني أبدأ أخلص أطلع من الفقرة اللي قدامي دي جملة اسمية وجملة فعلية الجملة الاسمية أنا نيل دي جملة اسمية بدأ بضمير متكلم أنا ضمائر المتكلم أنا ونحن أي جملة يا أصدقائي بتبدأ بضمير أو اسم إشارة أو صفة أو ضمير سواء كانت ضمير ده ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب دي جملة اسمية على طول أنا نيل دي جملة اسمية أنا أطول أنهار العالم دي جملة اسمية عايز جملة فعلية أمر ببلاد كثيرة دي جملة فعلية أمر ببلاد كثيرة في قارة إفريقيا دي جملة فعلية وناخد بلا ما نجي جيب جملة اسمية أو جملة فعلية بجيب الجملة كاملة من أولة إلى الأخيرة وأبدأ أكتب الجملة مش أروح مثلا أكتب أطول أنهار العالم وقف وأقول دي جملة فعلية لا ما ينفعش أو أقول دي جملة اسمية ابدأ ببداية الجملة وابدأ اقول ان دي جملة اسمية او جملة فعلية بعد كده محمود مختار فنان بارع في النحت دي جملة صاحب تمثال نهضة مصر دي جملة تانية صنع هذا تمثال من الجرانيد دي جملة تالتة ويعد رمزا لمصر الحديثة دي جملة ربعة عايز نستخرج من الفقرة السابقة جملة اسمية الجملة الاسمية بدأت باسم قدامي هي اصدقائي محمود مختار فنان بارع في النحت دي جملة صاحب تمثال نهضة مصر دي جملة جملة فعلية بقى صنع هذا تمثال من الجرانيد دي جملة فعلية بعد كده ذهبت مع اصدقائي في رحلة الى مخيم كشافي المكان واسع مليء بالجبال والصخور والرمال عايز نستخرج جملة اسمية الجملة الاسمية المكان واسع دي جملة اسمية قدامي اهو جملة فعلية ذهبت مع اصدقائي الى رحلة الى مخيم كشاف دي جملة فعلية كون جملة اسمية من تعبيرك عايزني ابدأ انا جيب جملة اسمية من تعبيري ممكن اقول ايه البنت تلعب في الحديقة او الولد يشرب اللبن عندي جملة اسمية كتير جدا يا اصدقائي نهر النيل جميل كون جملة فعلية من تعبيرك ممكن اقول يشرب الولد اللبن ترسم البنت اللوحة كده اقدمت معكم الجملة الاسمية والجملة الفعلية بشكل بسيط جدا انتظروني في فاديوهات كتير جدا مش هسبكوا في النحوة ما شاء الله دعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق يا ربكم بقدم لكم معلومة مفيدة تحياتي ليكم مر وزهر